اشتركوا في القناة لا شك أن أفراح ومسارات وعياد دولة الكويت الشقيقة هي أفراح وعياد مملكة البحرين التي تتقاسم مع دولة الكويت العديد من المواقف التاريخية المتوارثة من الآباء والأجداد وبهذه المناسبة يشرفني أن أرفع بداية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بدولة الكويت المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجميع أفراد الشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الستين لانضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة كدولة عربية إسلامية ذات سيادة ومحبة للسلام فاعلة في محيطها العربي والإسلامي والدولي حتى الأضحة اليوم هي مركز للعمل الإنساني بفضل سياسته الحكيمة كما لا يفوتني أيضا أن أعبر عن عميق سعادتي بالذكرى الثلاثين لذكرى تحرير دولة الكويت من براثن الغزو الغاشن سائلنا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفع والازدهار وأن يرحم شهدائها الأبرار كما أود أن أؤكد على الكلام الذي تفضلت به إختي الكريمة أن قوة العلاقة التي تربط ما بين مملكة البحرين ودولة الكويت هي علاقة وجود ومواقف توارثتها الأجيال أبا عن جد وأصبحت اليوم العلاقة بفضل السياسة الحكيمة من لدن القيادتين حفظهم الله ورعاهما مثالا يحتدى بها وسوف إن شاء الله تستمر هذه العلاقة إلى حدود لا منتهى لها وأنا بدوري كسفير أعتبر اليوم سابع سفير منذ استقلال أو منذ إقامة العلاقات ما بين دولة الكويت ومملكة البحرين كعلاقة دبلوماسية سوف أبذل كثير من الجهود الخاصة برفعة وتقدم وازدهار هذه العلاقة التي تقوم على أسس طلبة كما قلت لك علاقة تاريخية تشهد بها كثير من المواقف بين البلدين في كافة المستويات وبالعودة إلى عقود مضت نجد أن الزيارات الرسمية المستمرة بين حكام مملكة البحرين وحكام دولة الكويت كانت موثقة على الأقل كثور في التاريخ من بداية القرن الماضي وهي متواصلة ومستمرة وكانت العلاقة وطيدة بين الحكام وأيضا بين الشعبين في مجمل العلاقات منها أيضا التجارية وفي كل المراحل طبعا البحرين تكون لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا كثير من المحبة والاحترام ونشيد دوما بحكمتها في كثير من المواقف ومن ضمنها العمل العربي المشترك والعمل الخليجي كما أنها دولة فاعلة في المجتمع الدولي لها استهامات كبيرة وكثيرة لذلك وقف المجتمع الدولي مع دولة الكويت أثناء الغزو الغاشم جميع الدول وقفت تحيي أمير دولة الكويت رحمة الله عليه كان الشيخ جابر أحمد الصباح في ذلك الوقت العلاقة سوف تستمر بإذن الله وطبعا ما يخلجنا شك أن الأزمة الصحية الحالية يعني ألقت بضلالها على كثير من الأمور التي كان المفروض يعني نقوم بها كتعزيز العلاقات وكذا ولكن الاستمرار في الاتصالات هي دائما موجودة وعلى كافة المستويات نعم بالتأكيد سعادة السفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك